تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي أوروبا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد حلقة اليوم بعد ما ظهر نجم عربي سجل في الذهاب والإياب في نصف نهاية دور الأبطال الأوروبا هي يكون أول لعب عربي بحقق هذا الإنجاز حلقة اليوم بعد ما أجد فرصة انتقام لغوارديولا اللي له صورة شهيرة وهو خاضع وخاتران أما بوكتينو وجاءته الفرصة اليوم ليلتقت صورة معاكسة وهي جمال كرت القدر تعطيك فرصة تعني حلقة اليوم بعد وصول مانشستر سيتي لأول نهاية في دوري أبطال أوروبا في حياته وفي تاريخه وهذا مش مهم بس للنادي والمشروع اللي لو تدرسوه كويس بعيدا عن بعض الكلمات اللي بتسمعوها بشتري وبتفعوا هذا الكلام مشروع مستقر جدا من حيث الرؤية الرياضية والمالية هذا المشروع مش هو بس مشروع سيتي جروب اللي هو بضم مانشستر سيتي لو فاز مانسيتي بدور الأبطال حياخد المنظومة والمجموعة لمستوى آخر صعب جدا تتقاوم هذا المشروع اللي كتبت عنه ديلي ميل يوما ما لما كان السيتي حيتعاقب وقالت إحنا عارفين وإحنا فاهمين العقوبة مش للسيتي العقوبة للسيتي جروب نفسها الخوف منها الخوف من مشروع أخذ خطوات سبق آخرين أصبح منتشر في كل العالم وقيمته عالي هذا المشروع لو توج مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا حتزيد قيمته بمئات الملايين وحيجيله مستثمرين إضافيين جدد اللي بنسبع كل سنة تقريبا فيه مستثمر جديد عم بحط مئات الملايين عم بيجي من دولة مختلفة من العالم حيكون مستوى خيالي مستوى خرافي وبالتالي مباراة نهاية دوري أبطال أوروبا مش مجرد مباراة كرة قدم مش مجرد مباراة أول تتويج بل ربما فتح صفحة جديدة بشكل مشاريع كرة القدم بالنسبة لباريس سانجيرمن دخل اللقاء تقريبا من دون أي تغييرات اختيارية لبوكتينو إذري سقاي الموقف بدخل بداله هيريرا كليان إنبابي المصاب بدخل بداله إيكاردي وديالو لما صار جاهز نزل مكان بيكر المفاجأة كانت شوي في طرف منشستر سيتي فرنانديليو اللي ما بيعتمد عليه كثير جوارديولا في المباراة المهمة هذه الفترة بيعتمد عليه وبيضحط رودري احتياط زلشينكو يأخذ مكان كانسلو اللي يعتبر جزء مهم من طرف التفكير جوارديولا في كرتو قدم بالموسم هذا والمفاجأة الثالثة شكل الفريق الفريق أخذ 4-4-2 الشكل اللي لعب فيه لدقائق في مبارا الماضي الهدف من 4-4-2 واضح إنه يأمن الكثافة على الأطراف حيث ممكن يتواجد ديمارية وممكن يتواجد نايمان والهدف الثاني إنه لما ينضغط على فريقه دائما فيه خيارات على الأطراف عندها المهارة مثل فودين ومثل محرز ممكن توصلها الكرة وممكن يسقط دي بروني للخلف كلاعب إضافي هذا التفكير كان كله حيروع الفاضي بعد 6 دقائق فقط لأنه صراحة سان جيرمان فاجأ وصدم مانشستر سيتي بهجومه بضغطه بتقدمه إلى الأمام وبكثافة عددية وبسرعة كبيرة وشفنا بالدقيقة 6 كان ممكن تنحسب لو لا وجود نعمة الفار واحدة من أغرب ركلة الجزاء في التاريخ لعب ضربة الكرة بكتفه ولكن الحكم لما عاد الفار ألغ ركلة الجزاء هون السيتي شعر أنه هذه الصدمة اللي تلقاها دقيقة التوقف اللي عملتها البار أعطته لحظة يتنفس ويحاول يلعب والهدية كانت سريعة جدا أول ما حاول السيتي يمسك كرة ويطلع فيها للأمام كان واضح أنه لعيب سان جيرمان مندفعين أكثر من اللازم كرة من إيدرسون فلورنزي مقدم أكثر من اللازم عن خط دفاعه فبيضيج الكرة بخلفه وخلف ماركينيوس وزرشينكو عم بياخد مسافة وعم تبدأ الهجمة اللي بتنتهي بقدم رياض محرز هدف أول لفانشستر سيتي هدف جاء عكس اتجاه اللعب هدف بالتأكيد لو كان الأول لسان جيرمان لن رأينا مباراة مختلفة وأول ما شفنا الجو صراحة اليوم أدركنا جميعنا أنه اليوم المسألة اللي بقى عرف يتعامل مع الثلج طبعا بالشوط الأول بتكلم الآن هو اللي حيقدر ينجو السيتي كرةه على الأرض بدور كرة هذي مشكلته بمرر وبتحرك السيتي ما عرف يلعب أسلوبه مستحيل يلعب بأسلوبه الطبيعي على ملعب زي هذا لكن هون يأخذ لجوارديولا أنه الرجل أثبت مرة جديدة أنه نضج ما عاد بذلك العنادة اللي مش شايف بالدنيا إلا أسلوبه فترة راجع شوية رجع لأي طول الخلف بشكل واضح كنا نشوف ثمانية بالثلث الأخير للسيتي وهي حالة غريبة مع جوارديولا بنفس الوقت السيتي مش كثير كان مستعجل على المرتدات مش كثير كان بحاول يمسك الكرة جوارديولا بناء على ظروف أرض الملعب اللي ما كانت تناسبه بالشوط الثاني شوفنا قلب الأمور ضغط أكثر فتك الكرة أكثر لعب راس لراس أكثر وفعليا مشى الوقت أكثر وأكثر من الشوط الأول اللي كان فيه بتراجع أكثر ليش؟ لأنه الملعب صار مناسب لأله فالرجل هنا كان واقعي هنا أمو أش إنه جوارديولا مع الزمن نضج أكثر وأكثر في حين صار العكس مع سان جيرمان دائما الفرق اللي عندها الناحية فردية أعلى بتعرف تتعامل مع الظروف الجوية الأسوأ في شكل أفضل ليش؟ لأنه أنت في الظروف اللي زي الثلج والشتاء المنظومة كفريق بتتعطل ما بيعود نفس الحركية ما بيعود نفس التمركس بصير صعب فبضل الأفراد فلو شفنا نايمار وديمارية وخاصة في البداية كان فيه عنصر المفاجأ لما الاثنين كان لعب بالعمق ووراهم هريرة وحتى النهاية الشوط الأول ذا من هم اللي بياخذوا المبادرة أفراد فرديين طبيعتهم فردية أفضلية واضحة فرستين أو ثلاثة كان ممكن يسجل منهم سان جيرمن هدف لكن هذا الشي ما صار واللي ضر كثير سان جيرمن وأفضليته إيكاردي اللي لما يعرف أنه إن بابي نغاب وتيجي تقول بديله إيكاردي بتعرف أنه في شي جديد حيتغيره في كرة القلب اثنين مختلفين تماما والكل بيعرف أنه إيكاردي يعتبر مهاجم صندوق وكثير ناس عم تنتقده بتتجنب تشتريه لأنه مهاجم يقال إذا طلعتم من مطقة جزائك كأنك ماخدت سمكة من الماء ولما تنزل هيك نوع من المهاجم لازم تحاول توفر له الكرات إما بكرات بالعمق أو كرات عرضية أو كرات أرضية يعني عرضية مش ضرورة تكون مرتفعة ولكن هذا الشي كله ما صار كانت الكرة معا لعيبة عم بركضوا حوله وهو مطالب يفتح له مساحات وهذا مش دوره وما بيعرف يعمله أنا بدك تلعب بهذا الإسلوب حول إيكاردي كان المنطق أنك تقول بغض النظر إيكاردي روما أعلى قيمة أشهر أنا اليوم شعرت للعب الأشهر والأعلى قيمة مش الأفضل للإسلوب عند بوكتينو وبجانب هدوء رائع من لعبة السيتي في التسعين دقيقة ما خافوا لما انضغطوا مركزين في كل لقطة كان في أخطاء نتيجة ظروف الجوية صحيح لبعد الفترات لكن قوتهم الذهنية كانت واضحة تركيز ستونز تركيز دياز نشوفناها بالمواقف زلشنكو لما تواجهها مع نيمار واضح هذا الفريق ذهنيا جاهز هدوءه واضح لكن في شيء آخر طبقه السيتي في الشوط الأول اشترى فيه الوقت الجوارديولا بنعرف ان هو نشر مفهوم المهاجم الوهمي بغض النظر مش هو اللي اخترعه وهو نشر أيضا مفهوم الظهير الوهمي إعلاميا بغض النظر انه مش هو اللي اخترعه لكن اليوم أنا شفت يسمه المرتدات الوهمية في الشوط الأول المرتدات الوهمية اللي كنا نشوفها انه السيتي لما يقطع الكرة شايف سان جيرمان ضغطه بكثافة عددية كان يلعب الكرة لمحرز أو يلعبها لابدين على اليسار أو على اليمين لا أول الثلث الأخير كانوا لعيم سان جيرمان يقولوا هاي مرتدة فيرجعوا بسرعة ويحاولوا يعملوا زيادة وفجأة بيشوفوا انه محرز وقف على الكرة لف ورجحها لفرناندينيو ولا جندوغان وبدأوا يدوروا الكرة ليش بعمل هيك جوارديولا؟ لأنه بدي يرجع لعيم سان جيرمان لورا لأنه جوارديولا ابن كرويف جوارديولا مؤمن باللي حكاها جرويف دائما أسهل وأفضل إنك تبني الهجمة من مسافة 40 متر مش من مسافة 80 متر على المرمى جوارديولا كان يعمل العكس هون كان يجبر سان جيرمان يرجع للخلف ويبدأ يهجم من مسافات بعيدة جدا جوارديولا اليوم اللي أيضا في وقعيته بالشوط الأول لغى فكرة الضغط العالي لأنه عارف الجو هذا كارثي في الضغط العالي فعاد للخلف واستنى في ضغط في منطقة الوسط أو في الخط الخلفي يخده صراحة النضج قدرت صراحة أخذ الفرصة وعرف إنه هالمرة إذا رحت منه ممكن ما ترجع طبعا زي ما حكيت قبل شوي في الشوط الثاني السيتي بيان أحسن ضغط منع بسان جيرمان يطلع صار يواجفه كثير على الكرة الوقت صار يبشي ركض 15 دقيقة تقريبا نفيش فيه شائف كرة القدم الشوط الثاني هون قرر بوكتينو يتدخل لدخل منطقي قال لأيكاردي شكرا أعطيتك ساعة ولا لا أنا شفتك ولا غير نشافوك فتفضل تعال عندي وطرح هيريرا ونزلي دراكسلر وكيف وكانت الفكرة التحول 4-2-3-1 لكن بوكتينو اليوم بقدر ما إنه فريقه كان أيضا سيئ الحظ في شوطه الأول بموقفين أو ثلاثة كان هو أيضا سيئ الحظ بتلك اللحظة لأنه من أول كرة صارت الفريق كان لسه ما أخذ شكله مرتدن تمرير رائع من بودين وحاسم رائع من الرائع ريام محرز منه المباراة وعشان ديماري ينهي المباراة رسميا قرر يتعرض لبطاقة حمراء وما بعد ذلك صار 20 دقيقة أعتقد لو كانوا الفنينة بيلعب بلاي ستيشن طفوا المباراة وعادوها لأنه كان واضح انتهت الأمور اليوم ممكن البعض لاحب شغلة يعني عندنا يمار اليوم أنه كان يبالغ بالاحتفال بالكرة بعض المواقف كان لازم يمرر يعني المعلق والناس بالسوشال ميديا كل أجمعة لهذه الحالة شو اللي بصير معه؟ في شي بالدنيا يعني ممكن حتى بعرفش إذا هو بالضب بقدر أسمينه بعلم النفس لكن أنا قرأت عنه في كتب الإدارة شي بسموه شخصية يعني الشخص اللي بيحس حاله مسؤوم الزيادة عن اللزوم ولما يطلع لاعب يقول لك قبل المباراة أنا بدي أتأهل حتى لو متت بتوقف مع هذا التصريح وتشوف الملعب وبتربط بمشكلة الإفراط بالمسئولية الإفراط بالمسئولية بصير تفكر حالك أنت الوحيد الموجود في الشركة أنت الوحيد الموجود في الفريق بدكتراور وتمرر وتسدد وتسجل وتعمل كل شي لواحدك وهذا الشي صعب جداً ونيمار حاول يعمله ومشكلة هذا الإفراط بالمسئولية في البداية أول 10 دقائق بيقول أوه نيمار عم بيخلخ الدفاعات الخصم نيمار عم بيكسر دفاعات الخصم لكن بعد 10 دقائق بتصير تظهر الفرص الإيجابية اللي عم بيضيحها وبصير سلوك الزملاء ومنحوله سلبي لأنهم معارفين فقدين الأمل منه يعطيهم إياها فهون بتصير مضرة وهذه الظاهرة موجودة في الشركات موجودة في حياتنا الشخص اللي بيحاول يحمل كل شعك تافه أولها من حبه ومن أيده بعدين بتحس أنه هو بيسقط واللي حاوله بيسقطه أيضاً وهذا اللي صار ربما مع نيمار في المقابل لازم أوقف مع تنعين تديازو ستونزر رائعة جداً في الدفاع في أوروبا هي أكيد أفضل تنعين هذا الموسم في الدفاع أكيد دياز هو القائد الأبرز لخاطر دفاع في أوروبا هذا الموسم لكن أيضاً تطور مستوى ستونزر رهيب بنائها شخص كنا السنة الماضية كلنا بنحكي الله معه ويبيعوه ودمر جوارديولا وضيع جوارديولا لهذا اللاعب المحترم الممتاز لا انقلاب رائع يخذ للعب أولاً يخذ لمدربه يخذ للنادي الصبر عليه خلينا نتكلم عن ملف نيمار وإنبابي الآن نختم فيه لأنه هذا الفريق يعني يتكلف استقريبا 620 مليون يورو ما بين قيمة شراء الاثنين ورواتبهم في أربع موسم والآن باقي لكل واحد منهم موسم وما تجددوا عقدهم 620 مليون يورو ربما يكون ضايل موسم واحد حتى ينقضوا هذا الاستثمار طبعاً الفوز بدور الأبطار أوروبا ما سيرجع لك مليار مباشرة لكن بيرفع قيمة النادي وبيرفع إعلاناته والاشتراكات معاه وكل هذا الكلام بشكل ربما على مدى 10 مواسم أو 5 مواسم يرجع لك المبالغ اللي دفعت فيه وتكون أنت أكثر شهرة وأكثر شعبية وأكثر دخلاً لفترات أطول نوصل هون لنهاية حقق سلبي أوروبا اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد موجود فيسبوك توتر الإستغرام وضروري جداً نتابعوني على سلبي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله